اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نسأل سؤال بسيط يعني ايه مادة الرسم الهندسي او الرسم الفني احنا ليه بندرسها اصلا في المدارس الصناعية احنا عارفين ان الرسم الهندسي مادة اساسية في مدارس التعليم الصناعي في كل التخصصات طبعا وفي كليات الهندسة وفي المعاهد الفنية الصناعية المادة دي طبعا مادة مهمة جدا ليه؟ لان الرسم الفني يعتبر لغة التفاهم والتخاطب بين المهندسين والفنيين يعني في المصانع طبعا احنا عارفين في اي تخصص اذا كان طبعا تخصص الالكترونيات او كهربا او تبريد وتكييف او ميكانيكا اي مشغولة بيتم تصنيعها لازم بيتم تصميمها الاول من قبل مهندسين متخصصين فبيصمموا الحاجة اللي هم عايزين يصنعوها الاول المشغولة يعني اللي عايزين يصنعوها بتتصمم على اللوحات رسم وممكن نستخدم فيها طبعا اجهزة الحاسبات طبعا دلوقتي بقى فيه برامج كتير زي برنامج الاوتوكاد برنامج الرسم الهندسي زي ما احنا عارفين بنستخدم البرامج دي في الرسم الهندسي وبيتم تصميم المشغولة اللي المفروض يتم تصنيعها بعد كده بالمقاسات طبعا والمصطلحات الفنية وفيه رموز طبعا كل رمز بيبقى ليه معنى معين بعد كده بعد ما بيتم تصميم الرسم بتاع المشغولة اللي هيتم تصنيعها بيتم بقى نقل التصميم دوت لكسم المسؤول عن التنفيذ فيبقى فيه مهندسيين وفيه فنيين هم طبعا اللي هيقوموا بتنفيذ المشغولة دي فالمهندسين اللي صمموا مش هيروحوا يعودوا معاهم مع الفنيين ويشرحوا لهم ويقولوا لهم دي عبارة عن ايه ودي ايه ودي ايه ودي ايه لا اللوحة نفسها اللي تم تصميمها وعليها المقاسات وعليها كل المصطلحات بيتم تسلمها للقسم اللي هو المفروض ينفذ الكلام ده فلازم الفنيين لازم هما كمان يكون عندهم دراية بالمصطلحات الفنية اللي بتستخدم في الرسم الفني ويعرفوا يقروا الرسومات كويسة يعني الفني لما ياخد لوحة كده على حسب التخصص بتاعه انا ديت امثلة دلوقتي زي مثلا تخصص الالكترونية لو الفني الدول ولوحة فيها دايرة الالكترونية علشان يتم تنفذها وتتنفذ عمليا يعني فلازم ان هو يكون على دراية بكل العناصر اللي موجودة في الدايرة دي وكل عنصر او كل رمز معناه ايه ومقاساته ايه علشان يقدر ان هو ينفذها بالضبط قسم الكهرباء نفس الكلام قسم الميكانيكا ويمكن كلكم بتشوفوا يعني ابسط حاجة المهندسين اللي هم المدني لما بيكون فيه مبنى جديد بيتم انشاءه ولا حاجة فبتلاقي المهندس اللي وقف في المشروع معاه لوحات كبيرة واللوحة دي فيها رسومات الرسومات دي طبعا بيبقى هي فيها التصميم بتاع المبنى اللي هيتم انشاءه طبعا اللوحات دي هو بيديها بقى للمؤولين والناس اللي شغالين في المشروع اللي هم بينفزوا عملي فلازم يكون عندهم دراية هم كمان ويعرفوا يقروا اللوحات دي عشان يعرفوا ينفزوها كويس فيبقى تاني الرسم الفني والرسم الهندسي بنقول هو لغة التخاطب او التفاهم بين المهندسين والفنيين علشان كده احنا بندرس الرسم الفني في جميع التخصصات وكل تخصص طبعا هنلاقي بيبقى يعني في سنة اولى يمكن هنلاقي في حاجات كتير مشتركة والمادة تقريبا موحدة على تخصصات كتير عشان بناخد فيها زي ما قلنا مبادئ الرسم الفني بعد كده بقى في الصفوف اللي بعد كده الصف التاني والتالت بيبقى كل تخصص بقى بياخد الرسم الفني اللي يخدم التخصص بتاعه يعني التخصص مثلا بتاع الالكترونيات يبدأ ياخد بقى الدوائر الالكترونية تخصص بتاع الكهرباء ياخد رسم الدوائر الكهربية تخصص التبريد والتكييف او الميكانيكا ياخدوا برضو الرسم اللي يخدم التخصص بتاعهم وبيبقى رسم ميكانيكي وبيبقى متركز على المساقط والقطاعات الهندسية النهاردة بقى عايزين نتعرف مع بعض كده أدوات الرسم الهندسي اللي احنا هنستخدمها وكل أداة إيه موصفاتها ونستخدمها في إيه تعالوا نبص مع بعض كده زي ما قلنا الرسم الفني هو لغة التفاهم المشتركة بين المهندسين والفنيين والتعبير عام يراد تنفيذه طيب ده كده تعريف الرسم ليه الرسم الفني أدوات الرسم الهندسي بقى أول حاجة القلم الرصاص طبعا إحنا بنرسم بقى قلم رصاص مش جاف القلم الرصاص في منه أنواع فيه قلم بيبقى الخط بتاعه تقيل يعني اللون بتاعه بيبقى أسود غامق وده بنرمز له بالرمز بي وفيه قلم رصاص بيبقى الخط بتاعه خفيف يعني بيبقى لونه رمادي مش اسود بيبقى فاتح وده بنرمز له بالرمز اتش وفيه قلم بيبقى الخط بتاعه متوسط بيبقى بنرمز له بالرمز اتش بي وفيه درجات تانية بقى ما بينهم يعني كل ما نروح ليه البي هيبقى الخط يبقى ايه يزداد طق ويبقى لونه غامق والسن نفسه الرصاص بيبقى طري كل ما نروح للإتش يعني إحنا هنلاقي فيه بي و Clear خلاص فكل ما نطلع كده اللون بيبقى الألم الرصاص يكون أغمق كل ما نزل أروح للإتش يبقى الألم هيبقى لونه أفتح يبقى لونه رصاصي والسن كمان بيكون ناشف اللي هو القتش ايه دي الشكل بيوضح لي اقلام رصاص كتير ولو بصينا كده على كل الم منهم هنلاقي فيه رمز او حرف كده بيبقى مكتوب ايه جنبه الحرف دوت بيبقى مكتوب على الالم نفسه بيبقى مطبوع عليه فلو بصينا كده هنلاقي لو انا ماشي كده ناحية اللي مين هنلاقي فيه ايه 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 في النص كده اتش بي اتش بي ده اللي هو المتوسط لما امشي ناحية اللي مين هنلاقي ايه فيه هنا اتش وطو اتش ثري اتش فور اتش وانا طالع كده الالم السن بتاعه بيبقى افتح يبقى لونه باهت يعني طيب ولو روحت الناحية التانية شوف اللي اقلام بقى اللي مكتوب عليها طو بي يبقى اتقل ثري بي اتقل وانا طالع بي كده يبقى الاقلام الرصاص في منها انواع ودرجات علشان طبعا لما بنيجي نستخدم واحنا بنرسم اللوحة بيبقى فيها خطوط بتبقى تقيلة اللي هي بتعبر عن الخطوط الاساسية في الرسم وفيه خطوط تانية بتكون خفيفة شوية ودي طبعا بيبقى لها معنى برضو زي مثلا الخطوط بتاعة الابعاد اللي هي المقاسات يعني اللي على الرسم بتحط كده سهم كده وخط خفيف ويتكتب عليه المقاس بتاع البعد دوة قد ايه فيه نوع تاني من الاقلام الرصاص طبعا زي ما احنا عارفين اللي هي الاقلام اللي هي بسنون والسن بيتغير لها بسهولة وطبعا الاقلام ديت برضو بيبقى السنون بتاعتها زي ما احنا شايفين كده علبة السنون ديت بيبقى مكتوب عليها برضو الرمز بتاع السن دي مكتوب عليها 2B هنلاقي بقى فيه HB وفيه H وفيه B انواع كتير طبعا وطبعا لازم بنتدرب طبعا على النوعين من الاقلام اللي هي الاقلام العادية اللي هي الخشب زي في الصورة اللي فاتت والاقلام طبعا اللي هي بسنون اللي هي الاقلام الميكانيكية اللي زي كده والسن بيتغير فيها بسهولة ومنها احجام برضو يعني السن نفسه بتاع القلم هنلاقي فيه قلم مكتوب عليه 5 من 10 ملي يعني القطر بتاع السن 5 من 10 ملي متر وفيه غير كده هنلاقي فيه قلم مكتوب عليه 7 من 10 يعني معناه ان السن السمك بتاعه او القطر بتاعه 7 من 10 ملي متر وطبعا فيه يعني انواع مختلفة وهنلاقي فيه 9 من 10 وغيرها فبرضو بنختار الالم والسنون على حسب الرسم اللي احنا هنرسمه زي ما قلت ان فيه خطوط بتبقى تقيلة وسميكة وفيه خطوط تانية بتبقى ايه رفيعة وهنعرف الكلام دوت دلوقتي واحنا بنشره تاني حاجة من الادوات مصطرة القياس مصطرة القياس طبعا يعني في الغالب يكون عندي مصطرة طولها 30 سنتيمتر وممكن يبقى فيه مصطرة تانية اطول 50 سنتيمتر المصطرة ديت طبعا بتكون مقسمة لسنتيمترات وملي مترات وفيه انواع طبعا من المصطر كتير يمكن برضو يعني بنفضل المصطرة اللي بتكون لونها شفاف علشان لما اجا حطها على اللوحة وانا برسم ابقى شايف الخطوط اللي هي اللي موجودة في اسفلها وما تدقيقنش في الرسم يعني وفيه تالت حاجة منقلة لقياس الزوايا طبعا احنا عارفين ان في الرسم ممكن ارسم زوايا مختلفة طبعا فيه مسلسات بنستخدمها علشان نعمل زوايا ايه ثابتة زي زاوية مثلا 30 درجة زاوية 45 درجة لكن فيه ساعات بنرسم خطوط ميلة بزوايا معينة مثلا زاوية 15 درجة زاوية 20 درجة فاديت بنعملها ازاي باستخدام المنقلة طبعا مسترة القياس قدامنا هي في الشكل وكلنا عارفين طبعا شكل المسترة بيبقى ايه زي ما احنا شايفين وبتكون مدرجة مدرجة بيه شايفين برضو قدامنا كلنا برضو يمكن استخدمنا المنقلة في المراحل السابقة ازا كان في اعدادي او في ابتدائي المنقلة طبعا زي ما احنا عارفين بقدر ان انا ارسم بيها الزوايا وبتبقى متدرجة المسترة او المنقلة ديت هنلاقي طبعا بيبقى فيه تحت كدهوت يعني الخط اللي تحت ده اللي هو خط الاساس دوت اللي انا بشاور عليه ده الخط دوت بيبقى بدايته هنا صفر يعني الزاويا ايه صفر فطبعا لما بنكون احنا هنرسم زاويا بيبقى الخط اللي انا هرسم عليه الزاويا ينطبق على الخط بتاع المنقلة ده وابدأ اعد بقى لو الزاويا انا عايز اعملها ناحية اليسار فبنعد من ناحية اليسار كده هتلاقي الارقام مكتوبة هنا ايه طبعا هنا في البداية بقى صفر عشرة عشرين ثلاثين أربعين خمسين وانا طالع اهوت كده تسعين تسعين فوق خالص اهيه دي تبقى الزاويا القايمة يعني لو انا جيت حطيت نقطة هنا عند الزاويا عند الرقم اللي هو تسعين ده وروح تنازل بالخط دوت كده يبقى ديت كده تبقى زاويا ايه قايمة اه طبعا اه دي الارقام بتكمل برضو مية مية وعشرة لحد ايه ادي مية وسبعين وفي الاخر بقى عند الخط دوت برضو المنائل تانية بتبقى موجودة بقى مكتوب عليها الصفر بقى مكتوب على بداية الخط والناحية التانية مكتوب برضو ايه المية وثمانية يمكن في الصورة ديت يعني ايه مش مكتوب الرقم هنا وهنلاقي برضو الارقام بتاعت الزاويا مكتوبة للعكس في تدريك تاني بدئ من اللي مين هوت ورايح ناحية ايه اليسار علشان لو انا هرسم زاوية بتبص ناحية اللي مين فهي بقى عندي هنا برضو صفر وابدأ اعد بقى عشرة عشرين تلاتين اربعين خمسين كده وانا ايه طالع الناحية التانية وناخد بالنا برضو من حاجة هتلاقي في المنقلة شايف الخط اللي احنا قلنا عليه الخط الاساس اللي هو اللي تحت ده هتلاقي فيه هنا كده خط عمودي عليه وفيه صقب صغير هنا طبعا الصقب دوت احنا بنحط سن القلم الرصاص هنا ونعمل نقطة صغيرة دي بداية الزاوية اللي انت هترسم يبقى انت هتحط نقطة هنا وبعدين لو انا عايز ارسم مثلا زاوية تلاتين درجة ناحية اللي مية يبقى هاجي عند الرقم اللي هو التلاتين ده هنا او اللي انا بشاور عليه ده ورح جايه حدث نقطة وبعدين اشيل المنقلة ورح جايه موصل للنقطتين ببعض النقطة اللي عند التلاتين والنقطة اللي كانت في نص المنقلة دي اللي انا بشاور عليه دي فالزاوية بتاعت تطلع ايه مزبوط طيب من أدوات الرسم الهندسي ورده علبة البراجل وطبعا إحنا عارفين البراجل إحنا بنستخدمها لرسم الدوائر والأقواس يعني مفيش رسم هتلاقيه مفوش دوائر أو أقواس يعني تقريبا أي دائرة بنرسمها أو في أي تخصص سواء إذا كانت دائرة قهربية أو دائرة إلكترونية أو مثلا رسم إنشائي أو رسم ميكانيكي فهلازم برضو هتلاقي أن الرسمة بتحتوي على إيه على أقواس أو على دوائر فطبعا بنستخدم بقى براجل ويمكن برضو أنتوا عارفين شكلها وفيه أنواع مختلفة من البراجل وأحجام مختلفة فيه علبة براجل بيبقى فيها براجل مختلفة الأحجام زي ما قلنا وبنستخدمها لرسم الدوائر والأقواس خمس حاجة من الأدوات اللي إحنا هنستخدمها المسلسات فيه مسلسين إحنا بنستخدمهم دايما هتلاقي مسلس اسمه مسلس 45 يعني الزوايا بتاعته 45 درجة وده مسلس متساوي الصاقين وفيه مسلس تاني بيبقى اسمه 30-60 يعني الزوايا بتاعته فيه زاوية 30 درجة وزاوية 60 درجة والزاوية التالتة بتبقى قايمة اللي هي 90 المسلسين دول طبعا فيه منهم أحجام برضو مختلفة يعني فيه مسلسات حجمها صغير وفيه مسلسات بتبقى كبيرة علشان طبعا لوحات الرسم اللي احنا بنرسمها بمقاسات كبيرة نبص كده على الصورة دي موضحة لقادي شكل براجل مختلفة علبة براجل هي وفيها أنواع مختلفة من البراجل هنلاقي فيه نوع من البراجل بيبقى فيه سنين معدن من الناحيتين زي اللي أنا بشاور عليه ده كده يعني سن معدن من الناحية دي اللي يساره وعلى يمين برضو فيه سن ايه معدن طب البراجل دوت بنستخدمه في ايه ده واستخدمه علشان أنقل بالمقاسات ماستخدمه علشان أنقل المقاسات يعني ايه يعني اروح جايب البراجل دوت والسنين بتوعه بنحطهم على الرسمة الطول اللي أنا عايزة اقيسه مثلا ما بين نقطتين معينين على الرسمة ولا حاجة بناخد المقاس ما بين السنين بتوع البراجل دول واجي اقيسه على المصدر عشان اقيسه بدقة النوع الثاني البرجل الثاني هوت هنلاقي فيه سن معدن اللي أنا بشاور عليه ده والسن الثاني بيبقى رصاص وده بستخدمه بقى لرسم الدوائر والأقواس وفيه طبعا أنواع من البراجل الثانية بتكون طبعا الأحجام بتاعتها مختلفة وممكن تكون الجزء بتاعها اللي هو في الأمام دوت متحرك يعني أقدر أننا أغير المقاس بتاعه يعني المثلسات بقى زي ما قلنا فيه عندي مثلس 45 والمثلس الثاني 30-60 زي ما أنتوا شايفين كده الشكل اللي قدامنا مثلس 45 يعني المثلس ده الزاوية بتاعته اللي علمين ده هي 45 درج اللي أنا بشاور عليها دي والزاوية الثانية اللي زيها اللي على اليسار برضو زاوية 45 درجة الزاوية الثالثة بقى بتبقى قايمة زي ما احنا شايفين اللي هي الزاوية دي اللي فوق دي والمثلس ده زي ما احنا شايفين متساوي الصاقية المثلس التاني ده اسم المثلس 30-60 ليه؟ علشان فيه زاوية اللي هي الصغيرة اللي على يمين ده هي الزاوية دي 30 درجة والزاوية اللي ناحية التانية اللي على اليسار ده هي اكبر منها الزاوية دي 60 درجة الزاوية الثالثة 90 يعني زاوية قايمة المثلسات دي طبعا بنستفيد منها اننا برسم الزاوية بطريقة سهلة وخصوصا الزاوية اللي هي احنا قلنا عليها زاوية 45 زاوية 30 درجة زاوية 60 درجة زاوية قايمة فبقدر اننا باستخدامها باستخدام المثلسات اقدر ارسم الخطوط الايه؟ الرأسية بسهولة طبعا وتطلع معي الخطوط كويسة وما يبقاش فيها ميل والزاوية اللي هي البسيطة اللي احنا قلنا عليها طب فيه زاوية تانية بقى زي ما قلت يعني لو زاوية مثلا عايز اعمل خط ميل بزاوية مثلا 10 درجات 12 درجة 22 درجة يبقى هنا بقى مش هستخدم المثلس لا هقدر اننا استخدم ايه؟ المنقل في عندي من ادوات الرسم الهندسي برضو المصطرة الحرفي تي والمصطرة دي طبعا مهمة جدا واحنا بنستخدمها لرسم الخطوط المتوازية على لوحة الرسم سواء بقى اذا كانت الخطوط افقية او بقدر ان انا ارسم الخطوط العمودية او الرأسية بمساعدة طبعا المثلسات طيب المصطرة الحرفي تي ده هيك في منها انواع برضو اشكال ونشوفها دلوقتي على اللوحة المصطرة الحرفي تي يمكن في منها انواع بتبقى مصنوعة من الخشب ولازم طبعا الخشب يكون ايه املس ما يكونش الحرفي بتاع الخشب دوت خشن علشان لو تيجي تحركها على اللوحة ما تبوزلكش لوحة الرسم اللوحة الورق اللي انت بترسم عليها والمصطرة الحرفي تي برضو في منها انواع تانية بتكون مصنوعة من اللدائن اللي هو زي البلاستيك يعني كده او زي الباغ بيبقى لونها شفاف ويمكن دية يعني بتبقى افضل شوية وفيه نوع تاني بتبقى معدن بتبقى زي الالمونيوم وفيه برضو انواع من المصاطر الحرفي تي بتكون سبتة الهد بتاعت المصطرة يعني هي اسمها مصطرة حرفي تي ليه علشان شكلها حرفي تي بتبقى المصطرة طويلة والهد بتاعتها عمودية عليها اللي هي الرأس بتاعت المصطرة يعني بتبقى عمودية علي المصطرة نفسها فالرأس بتاعتها دي مع الجسم المصطرة نفسه بتكون شكل حرفي تي فيه انواع بقى بتبقى الهد بتاعتها بتبقى متسبتة في المصطرة وما بتتفكش منها يعني وفيه انواع تانية بتتفك بسهولة بتبقى الطالب بيقدر ان هو يفكها يفك الرأس بتاعتها ويركبها تاني فيه طبعا سابح حاجة من المكونات او الادوات بتاعت الرأس مش ريط لاصق اللي تثبيت اللوحة اللي هو سلوتيب يعني لازم لما بنيجي نرسم طبعا على لوحة رسم لوحة ورق فلازم اثبتها على اللوحة الخشبية يعني من ادوات الرسم برضو بقى فيه لوحة خشبية اللوحة دي طبعا السطح بتاعها لازم يكون املس يكون ناعم وبنلزق عليها اللوحة من الاركان بتاعتها من الاربعة اركان بشريط لاصق اللي هو السوليتيب يعني قطعة صغيرة كده من كل ركن ونروح ايه مسبتان ومن الادوات كمان الممحة اللي هي الأسيكة ومصطرة منحنيات ومصطرة دواير كمان مصطرة المنحنيات دي بستخدمها يعني في بعض الاحيان احيان علشان اقدر ان انا ارسم منحنيات في الرسمة بطريقة سهلة بتسهل علي يعني رسم المنحنيات وفيه مصطرة تانية اسمها مصطرة دواير بتبقى المصطرة دي فيها دواير كتير بكل المقاسات والاحجام ودي بتسهل علينا برضو ان احنا نرسم الدواير اللي ليها مقاسات محددة يعني انا مثلا عايز ارسم دايرة قطرها مثلا اربعة ملي متر فبدل ما ارسمها بالبرجل وتبقى الدائرة صغيرة والبرجل ما نبقاش عارفين نمسكه كويس او نثبته كويس ممكن بمصطرة الدواير برضو بتساعدنا نرسم بها الدواير الصغير وفيه دواير تانية اكبر طبعا يعني المصطرة الدواير بيبقى فيها دواير كتير يعني بتبدأ من ممكن تلاقي الدائرة نص ملي لحد بقى وانت طولع بقى يعني على حسب نوع المصطر تلاقي قطر الدائرة مثلا 36 ملي متر 40 ملي متر على حسب طبعا الايه المصطر ونوعها نبص كده على شكل المصطرة الحرفي تي اهي اللي احنا اتكلمنا عنها طبعا المصطرة زي ما احنا شايفين اه دي لوحة خشبية الاول اللوحة الخشبية ديت زي ما قولنا السطح بتاعها بيكون املس السطح بتاعها ناعم وبنسبت عليها اللوحة الورق اللي احنا هنرسم عليها زي ما احنا شايفين كده اللي انا بشاور عليها اللوحة الورق دي وزي ما احنا شايفين اللوحة ديت برضو بيبقى فيه جدول كده احنا بنسطره اه بنكتب طبعا فيه الاسم والفصل واسم اللوحة او الشكل او الرسم اللي احنا هنرسمه العملية الهندسية اللي هنرسمها والفصل كمان بتاع الطالب فيه لوحات طبعا بتبقى متسطرة جاهزة بنشرها من المكتبة بتبقى متسطرة زي دي كده وفيه لوحات بتبقى بيضة لونها ابيض خالص مش متسطرة يعني واحنا اللي بنسطر طبعا البرواز بتاعها دوت وبنسطر الجدول اللي هنكتب فيه البيانات الخاصة باللوحة زي ما احنا شايفين بقى المسطرة الحرف تيه احنا قلنا هية المسطرة طبعا ده جسم المسطرة وخدوا بالكم المسطرة دي خشبية صح بس الحرف بتاعها لو خدتوا بالكم شايفين الحرف ده الحرف دوت ايه من البلاستيك او اللدائن زي المساطر اللي هي العادية يعني المسطرة الكياس العادية بحيث انه هو يبقى ناعم وشفاف كمان علشان اقدر اشوف الخطوط الاسفل المسطر لو فيه خطوط موازية مثلا ولا حاجة بقى ايه شايفة واللي بيبقى متدرج طبعا المسطرة دي بتبقى متدرجة برضو بالسنتيمترات والملي مترات واللي على الجزء اللي على اليسار ده اللي هي لونها اسود ديه دي بنسميها رأس المسطرة او الهد بتاعتها وطبعا زي ما احنا شايفين بتبقى عمودية على جسم المسطرة نفسه بزاوية قايمة لما بنيجي طبعا بنحط المسطرة الحرفي تيه زي ما احنا شايفين بالوضع دوت كده تبقى الهد بتاعت المسطرة على اليسار وبتبقى ملاصقة طبعا لحرف اللوحة الخشبية وبعد كده بزبط بقى اللوحة الورق اللي انا هرسم عليها بزبطها على حرف المسطرة الحرفي تيه يعني ارفع المسطرة الحرفي تيه كده الفوق لحد ما تيجي ايه على عند بداية اللوحة كده تبقى ماشية معاها تبقى موازية ليها يعني وبعدين اروح مسبتها بسليتيب من اللي كان كده او زي ما احنا شايفين كده في لزق هنا هو في الركن دوت والركن اللي على الشمال وتحت برضو اه عشان اللوحة بتاعتي تبقى متسبتة وما تتحركش مني بص استخدم انا للمسطرة الحرفي تيه علشان ارسم الخطوط المتوازية زي ما قولنا الخطوط الافقية بسهولة وفي نفس الوقت زي ما احنا شايفين برضو في الرسمة اللي قدامنا ديت او في الصورة دي المسلس بقى بقدر ان انا احط المسلس كده على اسبته على المسطرة الحرفي تيه واقدر ارسم الزوايا بسهولة يعني ممكن ارسم هنا كده زاويا قايمة خط قايمة هو عند الزاويا القايمة بتاعت المسلس دي اللي علمين وممكن ارسم زاويا اهي اللي على الشمال دي يعني المسلس دوت زي ما احنا شايفين ده مسلس 45 فممكن ارسم خط هنا ميل كده بزاويا ايه 45 درجة بسهولة طيب المسطرة الحرفي تيه بتساعدنا كتير في الرسم وخاصة اللوحات اللي هي بتكون فيها تفاصيل او رسومات كبيرة او مقاسات كبيرة طيب ده بالنسبة للمسطرة الحرفي تيه الشريط اللاصق طبعا كلنا عارفينه اللي هو السوليتيب شريط لاصق شفاف بناخد قطعة صغيرة كده زي ما قلنا ونثبت ايه بيها اللوحة من الاركان الاربعات بتاعتها ويعني ملحوزة برضو يعني ايه ولادنا برضو يعني ما نيجي نلزق اللوحة كده قطعة سوليتيب صغيرة على الركن بس بتاع اللوحة كده من الاركان الاربعات انا بشوف يعني ولاد لما بيجوا يلزقوا اللوحة ما بيكونش عندهم يعني خلفية كويسة فيروح لازق اللوحة بتاعته من اولها الاخيرها كده هو حاطت شريط سوليتيب كده على الحروف بتاعت اللوحة ايه كلها لأحرف بتاعتها كلها يقول علشان اثبتها كويس عشان متحركش لكن لما بيجي بقى يخلص الرسم ويجي فك اللوحة السوليتيب دوت عشان يفكوا تاني من اللوحة الورق ممكن يقطع له اللوحة نفسها اللي هو رسمها ويبوزها فيبقى نراعي ان احنا بس قطعة سوليتيب صغيرة كده من الاركان الاربع عشان تبقى سهلا ان احنا نخلعها بعد كده بسهولة يعني من الادوات برضو احنا قولنا الممحاء او الاستيكا انواع كتير طبعا مختلفة منها فيه منها بيبقى لونها ابيض بتبقى يعني مصنوعة من المطاط وفيه بيبقى لونها اسود يعني نراعي ان الاستيكا برضو او الممحاء اللي احنا نستخدمها تكون من نوع كويس وما توسخش اللوح يعني فيه انواع مختلفة يمكن من المطاط يعني اللي بيقى مصنوع منه الممحاء او الاستيكا فيه نوع تيجي تمسح بيها تلاقيها راح يتمبوز لك المكان الخط اللي انت بتمسحه وتروح عاملة كده بقى عصودة في اللوح وتبوزها فهدية طبعا ما تستخدمهاش لانها هدووز لك الرسم بتاعك فيه انواع طبعا تانية كتير يعني بتبقى الخامة بتاعتها كويسة وما بتسيبش اثر على اللوح مصطرة المنحنيات ومصطرة الدوائر اللي احنا قلنا عليها ايدي الشكل اللي قدامي دوة دية مصطرة ايه منحنيات اللي هي اللي على اليمين دي وفيه برضو اشكال مختلفة منها يعني انا بديكم امثلة علشان تبقوا عارفين الادوات اللي انتوا هتستخدموها او هتحتاجوها بعد كده المصطرة دية فيه منها اشكال مختلفة زي ما قولتو احجام مختلفة بتساعدنا في رسم الخطوط والمنحنيات بطريقة سهلة شوي المصطرة التانية مصطرة الدوائر زي ما احنا شايفين برضو طيقا مصطرة وفيها فراغات على شكل دوائر وكل دايرة منها منها بيبقى مكتوب جنبها كده مقاسها كم بالملي متر طبعا كترها كتر الدايرة يعني هتلاقي فيه دايرة مثلا مكتوب عليها 15 يبقى معناها ايه كترها 15 ملي متر في دايرة هتلاقي مكتوب عليها 10 يبقى كترها 10 ملي متر في دايرة مكتوب عليها 20 يبقى كترها 20 ملي متر وهكذا طبعا دي مصطرة الدوائر برضو بتساعدنا كتير في رسم الدوائر وخاصة الدوائر الصغير يمكن الشكل اللي قدامنا دوت المصطرة دي يمكن الدوائر اللي فيها برضو مفهش مقاسات صغيرة قوي لا فيه مصطر تانية بتبقى الدوائر اللي فيها بتبدأ من واحد ملي متر كطر الدائرة يعني وانت طالع بقى كده واحد واحد ونص اثنين اثنين ونص ثلاثة اربعة خمسة ملي وانت طالع بقى فبيبقى فيها طبعا مقاسات كتير وبتساعدنا كتير في الرسم وخاصة المقاسات الصغيرة قوي لان بتبقى فيه صعوبة شوية ان الولاد يعرفوا يعملوها بالبرجل اللوحة الخشبية طبعا ما ننسهاش اللي احنا قلنا عليها من شوية بنسبت عليها اللوحة الورق اللوحة الخشبية دي طبعا لازم يكون السطح بتاعها املس ناعم عشان احنا بنسبت عليها اللوحة الورق اللي احنا هنرسم عليها فلو اللوحة الخشبية السطح بتاعها فيه تعرجات او مش مزبوط هيبوزلك اللوحة طبعا والرسم اللي انت بترسمه هتجي ترسم بالقلم الرصاص هتلاقي الخط بتاعك مش هيطلع خط عيدل ومستقيم لا هتلاقي الخط يبدأ يتعرج منك فيه طبعا زي بنسبت لوحة الرسم يمكن انا قلتها من شوية الفكرة بتاعتها هي الصورة ديت برضو اوضح شوية اللوحة الخشبية اللي هي اللي لونها غامق ديت اللي لونها بني دي دي اللوحة الخشبية وزي ما قلنا السطح بتاعها لازم يكون ناعم المصطرة الحرفي تي بقى بنسبتها كده على اللوحة الخشبية بحيث ان الرأس بتاعتها تبقى على اليسار وبعدين برفع بقى المصطرة الحرفي تي لفوق كده احركها لفوق لحد ما تلامس مين الحرف بتاع اللوحة بتاعتها اللوحة الورق يعني عشان تبقى قبل ما ثبتها قبل ما لزقها بحيث انها تبقى اللوحة الحرفي بتاعها متوازي مع المصطرة بالزبط وبعد كده اروح بقى لازقها من الاركانة الاربعة زي ما احنا شايفين بحيث ان انا بقى لما اجي ارسم اي خط باستخدام المصطرة الحرفي تيه الخط ده تيجي ايه افكي لما حرك المصطرة وانزل او اطلع وارسم خط تاني فالخط ده يجي متوازي برضو للخط اللي احنا رسمناه قبل كده فبتساعدنا كتير ان احنا نرسم الخطوط المتوازية وزي ما قلت الخطوط المتوازية الافكية وممكن نرسم بها برضو الخطوط الرأسية او الخطوط الميلة بزوايا معينة باستخدام المسلسات زي ما شفنا في الصورة اللي فاتت المسلس بسبته كده على المصطرة على حرف المصطرة وابدأ ارسم به الخطوط القايمة او الزوايا اذا كانت مثلا 30 درجة او 45 درجة نروح لحاجة تانية اللي هي انواع الخطوط المستعملة في الرسم كان احنا كده اتكلمنا على ادوات الرسم الهندسي وعرفنا طبعا يعني فكرة سريعة كده على الادوات اللي احنا بنستعملها بكسرة وطبعا الادوات ديت يعني ولادنا هيجيبوها طبعا في بداية العام الدراسي ان شاء الله وهم داخلين وزي ما قلنا يعني نروعي ان الادوات اللي احنا نستخدمها تبقى ادوات ايه اه الخامة بتاعتها تبقى كويسة علشان تساعدك اه وتطلع الرسومات تبقى كويسة وتعيش معاك كمان اه في حاجة كمان برضو اه يعني المفروض ان انت تخلي جنبك فوطة وماشي زي الفوطة اللي هي الصفرة ديت العادية دي او من مناديل ورق بحيث ان انت تستخدمها علشان تنظف الادوات الرسم وانت بترسم يعني الملحوظة دي مهمة او برضو يعني ولاد كتير وهم بيرسموا بيبقى رسم حلو والخطوط بتاعته كويسة ومقاسات كويسة اسبعا ما بيخلص اللوحة يلاقي اللوحة توسخت وبقى فيها بقعة كتير رصاص وما بتطلعش يحاول ان هو ينظفها امساحا امطلعش وده بسبب ايه ان انت لما بتيجي تستخدم الادوات بتاعتك وانت بترسم المسطرة انت بتثبتها على اللوحة او مسلس مثلا وبتيجي ترسم بالقلم الرصاص الخط اللي انت بترسمه ده سن القلم الرصاص بيتبري وينزل زي رايش كده او برادة كده نعمة من الرصاص بتبقى موجودة على اللوحة لو انت نفختها كده بقعة هتطير من على اللوحة وده الافضل طبعا يعني لما ترسم خط كده تروح نافخ نافخة خفيفة كده الرصاص اللي هي البرادة بتاعت السن الرصاص النعمة دي هطير من على اللوحة يبقى دي اول حاجة التاني حاجة بقى وانت بتحرك الادوات لما بترسم الخط هتلاقي حرف المسطرة نفسه القلم الرصاص عامل خط عليه بقى فيه خط كده بالرصاص يعني لو انت مسكت المسطرة كده ورح تعمل صبعك كده عليها كده هتلاقي الصبعك اتوسخ كده وبقى عليه رصاص كتير انت بقى لما بتيجي تحرك المسطرة بتاعتك على اللوحة تحركها كده لفوق او لتحت او مسلس مثلا وبتحركه الحرف بتاعه الرصاص اللي موجود عليه ده بيكحت في اللوحة الورق نفسها لوحة الرسم وتلاقيه عمل بقع سودة او غمقة على اللوحة ويمكن بيبقى صعب ان انت تشيلها بعد كده فانت بقى يبقى معاك كده فوتة زي ما قلنا جنبك صغيرة كده وماشي او منديل ورق لما ترسم تروح تشيل المسطرة بتاعتك او تشيل المسلس من على اللوحة وبالمنديل الورق دوت وتروح ايه مسح الحرف بتاع المسلس او المسطرة وبقى انتو حطه تاني وترسم هتحافظ على اللوحة بتاعتك وتبقى نضيفة جدا وتخلص اللوحة بتاعتك كده وانت يعني تبقى ايه مقتنع بيها ومش بعد ما تخلص تتفاجئ انها اللوحة بزت منك يعني نرجع بقى نتكلم على انواع الخطوط المستعملة في الرسم الفني زي ما في بداية الحلقة قلت ان انواع الخطوط يعني هتلاقي فيه خط رفيع وفيه خط سميك وفيه خط خفيف وفيه خط تقيل وفيه خط بيبقى متصل يعني خط كامل وفيه خط عبارة عن شرط متقطع فالخطوط ديت كل خط وليه معنى تعالوا نبص كده مع بعض ونعرف انواع الخطوط ديت واستخداماتها ايه اول نوع الخطوط المتصلة السميكة زي كده الشكل اللي جانبها كده نرسمه لها كهو ده خط سميك تقيل يعني ده بنستخدمه في ايه لرسم الخطوط الظاهرة الاساسية يعني انت لما تيجي ترسم في اللوحة بتاعتك واي شكل بترسمه وبترسم الخطوط الاساسية بتاعته فطبعا هنا هيبقى الخط بتاعك ايه تقيل زي ايه مثلا لو انت بترسم مضلع منتظم زي مثلا شكل سداسي او شكل مخمس فهيبقى الخطوط الاساسية هنا مين المضلع نفسه اللي هي الاضلاع بتاعت الشكل المخمس او الشكل السداسي اللي انت بترسمه فدي تبقى تقيلة طيب نشوف بقى النوع التاني الخطوط المتصلة الرفيعة او زي ما انت شايف كده شايف الخط خط متصل بس رفيع وبيبقى خفيف شوية طيب ده بنستخدمه في ايه لرسم خطوط الابعاد وخطوط التهشير يعني انت لما تيجي ترسم اللوحة بتاعتك بتحط المقاسات عليها يعني كل خط انت رسمته او كل بعد او دايرة انت رسمتها فبتكتب المقاس بتاعها او كترها كام او زي كان الاضلاع بتاعت الشكل المخمس مثلا او الشكل السداسي اللي انت رسمتو انا بدي امثلة بس بس عشان تبقى ايه فهمين معاي فبتيج انت على الضلع بتاعه كده وتروح كاتب ايه المقاس تاخد كده ايه خطين كده خفاف من بداية الضلع ومن نهايته وبترسم سهم بينهم خفيف وتروح كاتب عليه المقاس بتاعه مثلا اربعين ملي متر تلاتين ملي متر وهكزا طيب في خطوط تلت نوع بقى خطوط شرط متقطعة يعني ايه يعني زي ما احنا شايفين كده الخط مش متصل الخط متقطع كده شرط صغيرة جنب بعدها دي بتستخدم لرسم الخطوط المختبئة اللي هي مش باينة يعني في الراسم طول الشرطة بيبقى حوالي من 2 الى 4 ملي متر يعني ايه برضه يعني انت لما تيجي ترسم اه لو بترسم مثلا مجسم شكل والشكل دوت انت لما بتكون واقف قدامه كده فبتبقى شايف الابعاد وشايف الخطوط والتفاصيل بتاعت الشكل ده من الوجهة اللي ناحيتها كنت اللي انت شايفها طب في الخلف الشكل دوت المجسم ده مش فيه برضه تفاصيل تانية مختبئة احنا مش شايفينها ممكن تكون اضلاع او ممكن تكون سقوب او ممكن تكون مثلا زي مثلا جزء كده تفريز متفرغ يعني من الخلف فالحاجات دي وراء مش باينة لكنها موجودة فانا بعبر عنها في الرسم ازاي ان انا برسمها برضه بس بخطوط متقطعة شرط يعني معناها ان احنا بنقول ان الجزء ده اللي احنا رسمينه ده بالخطوط المتقطعة ديت الشرط دي ده معناه انه مش موجود في الوجهة الامامية لا ده موجود ايه في الخلف وراء عشان كده احنا ايه مش شايفينه طيب رابع حاجة خطوط جنزير سميكة خطوط الجنزير ديت زي ما انت شايف كده قدامك الخط ده بيبقى شرطة طويلة وبعدين شرطة صغيرة او نقطة كده وبعدين شرطة طويلة وشرطة ايه صغيرة يعني الشرطة الطويلة ديت بيبقى طولها حوالي 2 سنتيمتر والشرطة الصغيرة ديت بتبقى حوالي 2 ملي متر دي بنسميها خطوط ايه خطوط جنزير طيب خطوط الجنزير ديت بنستخدمها لتحديد مكان المستوى القاطع يمكن الجزء ده يعني لسه هتخدوه قدام شوية في المنهج لما يكون عندي مجسم والمجسم دوت انا بعمل فيه قطاع يعني كأني قطعته مثلا جزئين خلاص وهبدأ اشوف الجزء مكان القطع دوت كأننا شلناه كده وبنبص بقى في الجزء اللي قطع دوت ونشوف التفاصيل والمقاسات والابعاد اللي فيه ونوضحها على الراس فهو بيوضحلك بقى وبيحددلك مكان المستوى القاطع دوت فين على المنظور الهندسي اللي موجود او المجسم اللي موجود عندك بيحددهلك طبعا عن طريق ايه خط جنزير زي كده ويحددلك المحور اللي هو مكان القطع يعني اللي هيتم فيه نوع تاني من خطوط الجنزير اسمها خطوط جنزير رفيعة هي بالزبط برضو زي التانية بس ديت بتبقى خطوط ايه رفيع شرطة طويلة وبعدين شرطة ايه صغيرة او نقطة كده وبعدين شرطة طويلة وشرطة صغيرة طب دي بنستخدمها في ايه لرسم خطوط المحاور يعني ايه خطوط المحاور يعني مثلا لو انت بترسم دايرة الدايرة ديت يمكن انتوا حتى رسمتوا الحاجات دوت في المراحل السابقة يعني في اعدادي مثلا ولا حاجة لو بتجي ترسم دايرة مش بتحدد مركزها الاول المركز بتاعها ده بينطج من ايه تقاطع محور ايه محور رأسي ومحور ايه افكي فانت بترسم كده المحور الرأسي ده عبارة عن ايه خط جنزير وبعدين المحور الافكي خط جنزير تاني نقطة التقاطع بينهم دي تبقى هي المركز بتاع مين بتاع الدايرة يبقى لو انا كده هرسم ايه بحدد مثلا المركز بتاع دايرة المحور برضو ديت بنستخدمها لرسم ايه او خطوط الجنزير دي بنرسمها لخطوط المحور لو استوانة مثلا الاستوانة ديت طبعا المحور بتاعها اللي هو بيقى في النص يعني لما اجي ارسمها برضو بحدد المحور بتاعها دوت اللي هو بيقسمها من المنتصف كده يعني ها بنرسمها عبارة عن خط ايه خط جنزير سابع حاجة خطوط رفيعة متصلة باليد الخطوط المتصلة باليد زي ما انتو شايفين كده دي يعني خطوط متعرجة كده خط منحاني كده بالشكل دوت تمام ده برسمه امتى لتحديد القطاعات الجزئية في المسقط الكامل يعني برضو الجزئية ديت يمكن هتاخدوها يعني ايه لسه قدام شوية في المنهج لما يكون فيه عندي مسقط ومطلوب مني ان انا بعمل فيه قطاع جزئي يعني كان ايه خط جزء بس منه كده خلاص وبعمل فيه قطاع فالجزء دوت بنحدده ازاي بنحدده كده بخط ايه منحاني متعرج كده عشان يحددلي الجزء اللي انا هعمل فيه القطاع ده فيه بعض التعريفات الهمة بقى برضو مهمة ولازم ان احنا نعرفها المصطلحات يعني بتاعت الرسم زي مثلا النقطة والخط المستقيم او القطاع المستقيمة والاسطح الهندسية تعالوا نشوف كده التعريفات بتاعتها يعني ايه نقطة لما انت تيجي تحط نقطة كده بالقلم معناها ايه بنون النقطة ليس لها طول ولا عرض ولا ارتفاع وبتنتج من تقاطع خطين يعني اي خطين متقطعين مع بعض او قصين متقطعين بينتج بينهم نقطة التقاطع دي بنسميها ايه نقطة طيب احنا عرفنا كده النقطة ليس لها طول ولا عرض ولا ارتفاع وبتنتج من تقاطع خطين او قصين تاني تعريف القطع المستقيمة القطع المستقيمة هي اقل بعد بين نقطتين ولها طول محدد وليس لها عرض يعني انت لما تيجي ترسم كده اي خط كده بالمسترة خلاص ليه مقاس محدد يعني مثلا هترسم خط كده طوله مثلا خمسة سنتيمتر ليه نقطة بداية ولها نقطة ايه نهاية وتروح انت ترسم الخط ده بالمسترة دي كده اسمها قطعة مستقيمة ليها بداية وليها نهاية خلاص وليس لها عرض يعني ما لها السمك يعني طيب تالت حاجة الخط المستقيم خط المستقيم ده بينتج من تحرك نقطة في اتجاه واحد وليس له طول محدد يعني انت مثلا لما تيجي ترسم خطك ده خط مستقيم زي السهم كده ماشي في اتجاه معين فنتج من ايه نتج من تحرك النقطة في اتجاه ايه محدد وليس له طول محدد وينتج من تقاطع مستويين الرابع تعريف الأسطح الهندسية يعني ايه الأسطح الهندسية بنقول هي أسطح هي أسطح مستوية محدودة من جميع جوانبها بمجموعة من المستقيمات بتسمى أضلاع يبقى الأسطح الهندسية هي أسطح مستوية محدودة من جميع جوانبها بمجموعة من المستقيمات تسمى أضلاع زي ايه زي المسلس والشكل الرباعي والمضلعات المنتظمة اللي هو زي مثلا المخمس والمسدس والمسبع والأسطح الدائرية طب المضلعات المنتظمة احنا كنا لسه بنقولها هو محدودة من جميع جوانبها بأكتر من أربعة أضلاع وزواياها جميعا متساوية يعني زي مثلا الشكل المخمس الأضلاع بتاعته كلها بتكون متساوية والزوايا بتاعته كلها متساوية الزوايا بتاعت الرؤوس بتاعته الشكل السوداسي الشكل المسبع الشكل المسمن وهكذا دي بنسميها المضلعات المنتظمة تعالوا نشوف كده يعني ايه مثال بسيط كده لعملية هندسية بسيطة ونشوف نستخدم الأدوات ازاي تنصيف قطعة مستقيمة باستخدام الفرجار اللي هو البرجل يعني أنا دلوقتي عايزة أرسم قطعة مستقيمة اهو زي مثلا القطعة المستقيمة اللي هي AB اللي أنا رسمتها دي قدام عايزة نصفها يعني اقسمها نصيا بس باستخدام ايه باستخدام الفرجار او البرجل يعني أنا مش هجيب المسطرة اقسها وارح اقسمها بالنص وحط نقطة وخلاص لا ده أنا هعملها بالبرجل عملية هندسية نعملها ازاي اول خطوة اروح أنا جاي واقف في النقطة ايه اللي هي بداية القطعة المستقيمة وبفتحة مناسبة اكبر من النص يعني اكبر من نص القطعة المستقيمة يعني القطعة المستقيمة دي مثلا لو طولها خمسة سنتي يبقى أنا افتح البرجل كده على اكتر من اتنين ونص يعني اكتر من النص بتاعها يعني مثلا نفتح البرجل على اربعة سنتيمتر مثلا تلاتة ونص واقف في بدايتها وارسم كوس لفوق زي اللي احنا شخنا ده كده وانرسم كوس تاني لأسفل وبنفس الفتحة مغيرهاش اروح عند النقطة بيه وارسم كوس تاني لأعلى يقطع لي الكوس الاولاني وارسم كوس لأسفل يقطع الكوس ها التاني وبعد كده اروح موصل النقطتين ببعض فهنلاحظ ايه ان الخط اللي انا رسمته دوت عمودي على الكطع المستقيمة اللي هي ايه بي واسمها لجزئين متساويين تمام تعالوا نشوف عملية هندسية تانية برضو بسيطة خالص اقامة عمود من نقطة معلومة على كطع مستقيمة باستخدام الفرجار يعني انا دلوقتي عايز اعمل ايه عند كطع مستقيمة اهي اللي هي ايه بي وعايز اقيم عمود من نقطة معلومة ايه دي النقطة المعلومة مثلا اللي هي النقطة س ده هي وعايز اقيم عمود هنا كده خط قائل فاروح انا واقف هنا كده بالبرجل وبعدين ارسم كوس نص دائرة كده مناسبة بفتحة مناسبة تقطع لي القطع المستقيمة في النقطتين دول اقف هنا عند بدايتها عند نقطة تقطع الاولينية دي وبفتحة مناسبة برضو واروح جاي رسم كوس لأعلى وبعدين اقف عند نهاية الدايرة اللي هي نقطة تقطع بتاعت الدايرة مع القطع المستقيمة وبنفس الفتحة برضو واقطع القوس الاولين اوصل بقى نقطة التقطع اللي فوق دي مع النقطة اللي احنا كنا محددينها اللي هي السي على القطع المستقيمة الخط اللي ترسم دوت هيبقى خط ايه خط عمودي وخط قائم زي ما احنا شايفين كده طبعا عمليات هندسية بسيطة خالصة اهوة اه انا حبيت يعني ايه ان احنا اه نعرف مع بعض اه يعني بعض الحاجات العمليات الهندسية البسيطة برضو كده اه لسه طبعا في الحلقات اللي جاية ان شاء الله هنتعلم مع بعض ازاي نرسم اه عمليات هندسية كتير ونرسم المضلعات المنتظمة وبعد كده بناخد بقى المساقط والمساقط الهندسية والمنظور الهندسي المجسمات بقى يعني ازاي ارسم مجسم يبقى ليه ابعاد اه مختلفة طبعا ليه طول وليه عرض وليه ارتفاع وازاي ارسم المساقط بتاعته يعني من الوجهة الامامية ايه اللي انا هشوفه وابدأ ارسمه في اللوحة بتاعتي والمسكة الجانبي لما اقف في الجنب كده ايه التفاصيل اللي انا هشوفها والمقاسات بتاعتها والمسكة طول افق يعني لما بص من اعلى ايه اللي انا هشوفه في المجسم دوت وارسمه فالحاجات دي هات لسه طبعا هناخدها ان شاء الله في الحلقات اللي جاية واحنا يمكن وقتنا يعني خلص النهاردة واشوفكم ان شاء الله في الحلقات اللي جاية وربنا يوفقكم ونتقابل على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته